اشتركوا في القناة تتوسع جنوباً وبقاعاً لبنان في الحرب الشاملة بري متمسك بترأس الحوار شخصياً وإلا كتلة الاعتدال مستمرة بحركتها على رغم التشكيك بجدوعة اهلاً بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقاً مع سائر أخبارنا عبر موقع وقناة اوتيفي على يوتيوب وحساباتنا على اكس فيسبوك انستغرام وتيك توك وتنقلها مباشرة صوت المدى في جمهورية الفشل اللبنانية لا شيء سوى الدوران في الحلقات المفرغة حلقات مفرغة سياسياً بتكرار معزوفة الحوار والنزول إلى المجلس التي تدور حولها حركة سفراء الخماسية ومبادرة كتلة الاعتدال فيما الجوهر في مكان آخر حلقات مفرغة مالياً من خلال اشترار الخطط الوهمية والوعود الكاذبة للمودعين فيما الحل في مكمن معروف لمن يريد الحل حلقات مفرغة سيادياً من خلال استعادة التجارب التاريخية الأليمة بالتورط في شعرات وحروب فيما المطلوب حفاظ على المصلحة الوطنية أولاً ثم التضامن مع كل القضايا المحقة في العالم بدءاً بفلسطين وفي مسألة الحرب على غزة على خبر أوردته وسائل أعلام عربية وتناقله الأعلام الإسرائيلي عن مقترح أمريكي جديد للهدنة في غزة قد توافق عليه حماس نام المعنيون أمس ليستفيق اليوم على نفي من مختلف الجهات لأحراز أي تقدم لكن بغض النظر عن تفاصيل الخبر فمن الواضح أن المحاولات مستمرة عسى أن تتوصل إلى نتيجة المرجوة في وقت قريب وبموازات التطورات الميدانية صفحة المفاوضات لم تطوى وبانتظار جديد من المفادي الأمريكي أموس هوكستين أكد العميد المتقاعد أمين حتيط عبر نبط بيروت من الأوتيفي ألا ضير في اتفاق يحفظ حقوق لبنان مشيرا إلى أن المفاوض الأمريكي يجزء الحدود الجنوبية اللبنانية وكشف حتيط سبب رفض هوكستين لإدراج مزارع شبعة في التفاوض مع الجانب اللبناني أمريكا يبدو أنها تميز ما بين الجانب اللبناني الفلسطيني من الحدود والجانب اللبناني السوري من الحدود فبالجانب اللبناني الفلسطيني من الحدود أبدأ هوكستين استعداداً لبحث الاحتلال في المناطق 13 القائمة على الحدود ويبدو أن هناك قدر كبير من الإيجابية الأمريكية التي تسربت من مواقف هوكستين حتى الآن لكن في نفس الوقت نجد أن هوكستين يرفض رفض قاطعاً البحث في مسألة مزارع شبعة ويؤخر هذا الموضوع لأجل غير مسمى ولا يحدد متى يحين موعد هذا الأجل لماذا هذا التحييد لمزارع شبعة؟ أنا شخصياً أفسر هذا الموضوع ربطاً بما قاله لي لارسون في العام 2000 قبل 23-24 عام عندما كنت رئيساً للجنة التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ووصلنا لمسألة مزارع شبعة وعندما طرحنا أوراقنا وحقوقنا وأحرج لارسون في هذا الموضوع تذرع يومها بأن الصلاحية العملانية صحيح أن الأرض لبنانية وأن سوريا تقر بلبنانيتها وتدعم لبنان في ذلك وأن الأمين العام للأمم المتحدة أدرج هذا الإقرار السوري في متن التقرير الذي رفعه لمجلس الأمن في البند 16 بتريد 22 أيار 2000 هو صحيح كل ذلك يقول به ولكن يقول الصلاحية العملانية هي للأندو ولكن أنا سنتجد بكل بساقة أن الأمريكيين والأمم المتحدة تعمل لفقا لإملاءاتهم يريدون من إدخال لبنان تحت القرار 242 الذي 242 الذي يفتح باب التفاوض على الحقوق وعلى الأراضي بينما القرار 425 الذي يعني لبنان ويعني الأرض اللبنانية هو يطلب الانسحاب من غير قيد من أوشر ومن غير تفاوض مهما كان سقف هذا التفاوض لذلك أنا أعتقد أنهم يريدون تفاوضا مباشرا بين لبنان وإسرائيل من أجل ترتيب اتفاقية هدنة تفتح على اتفاقية سلام على جبهة غزة أعاد حدث أمني الإسرائيليين إلى عملية طوفان الأقصى حيث رصد الجيش الإسرائيلي شخصين يشتبه في أنهما من مقاتل حركة حماس وهما يحاولان التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية عبر البحر وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باشتباه بتسلل غواصين من قطاع غزة إلى منطقة زيكيم المحاذية للقطاع تم رصدهما في البحر قبالة الشواطئ الشمالية أثناء اقتربهما من المياه البحرية باتجاه شاطئ زيكيم وأوضحت أنه تم إطلاق طلقات تحذرية عليهما من قبل الجيش الإسرائيلي لإبعادهما من المنطقة كما كشفت أن المشتبه بهما كان يرتديان ملابس الغطس وانتهكت تعليمات الأمنية في المجال البحري شمالي القطاع وبحسب التقارير لم يعرف بعد ما إذا كان الشخصان مسلحين كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأمر حدثا أمنيا بر الرئيس هل ينسف مبادرة الاعتدال الوطني مع اعتراض بعض الأفريقاء ويبقى الفراغ سيد القصر الجمهوري تقرير جويس نوفال ما في رئيس غير رئيس المجلس هي العبارة الأشهر على الإطلاق في الأيام الأخيرة قالها رئيس مجلس النواب نبيه بر ومشا في معرض كلامه عن مبادرة الاعتدال فأصبحت الشغل الشغل على الساحة السياسية وحملت أكثر من تفسير ما جعله يوضح ما قصده من أنه هو من سيترأس الحوار أو التشاور لانتخاب رئيسا للجمهورية إذا حصل الأمر وهنا برزت الإشكالية إذ لم يعد الحديث عند بعض الأفريقاء وكل من منظاره حول موافقتهم على الحوار أو التشاور إنما عن رفضهم لترأسه شخصيا وهو الذي أبدى تمسكا بهذا الأمر أكثر من أي وقت مضى على الرغم من أصوات المعترضين فأصبح السؤال في حال تمال اتفاق على لقاء النواب تحت قبة البرلمان تحت أي مسمى فهل ستقبل الكتل أن يكون بر الرئيس؟ الرفض القاطع شكلا ومضمونا أتى سريعا من القوات والكتائب التي أكدت مصادرها للأو تي في أنه لا يمكن لبر أن يكون مديرا للحملة الانتخابية لإسلامين فرنجية ويترأس حوارا للبحث عن خيارات أخرى للمرشحين لرئاسة الجمهورية ولفتت إلى وجوب التخلي أولا عن ترشيح فرنجية والتقاطع على اسم آخر يمكن أن يكون اسم جهاد أزعور أو أي اسم آخر وذلك بهدف الالتقاء في نصف الطريق وأكدت مصادر الكتائب أن هناك خطوات على حزب الله أن يأخذها ولا يضع أي طرف أي شرط بل عليه البدء بالتخلي عن مرشحه لكن الكتائب اعتبرت أن ما يحصل هو العكس فهناك تعنت بترأس بر والتمسك بالفرنجية واعتبرت أن ما يحصل محاولات تجميل لكن الأساس أن حزب الله يريد فرض مرشحه القوات ذهبت أبعد من الشكل ورفضت المضمون بالأساس وحسمت مصادرها للأو تيفي بالقول إذا دع بر لحوار فلن نشارك فنحن تجاوبنا مع مبادرة كتلة الاعتدال القائمة على بندين أولا أن يتدعى النواب في المجلس ليوم واحد فقط لغير وبنهايته وبمعزل عن نتيجته يوجهون نداء إلى رئيس المجلس من أجل جلسة مفتوحة بدورات متتالية وتتابع مصادر القوات هذه هي الألية ولا شيء اسمه بر يدعو إلى تشاور أو حوار لأننا نعرف نتيجة حوارات بر من 2006 لليوم ونرفض تماما تكريس أي أعراف لها علاقة بأن تسبق الانتخابات الرئاسية دعوة رئيس مجلس النواب لحوارات لتختم مصادر القوات بالقول رئيس البرلمان مدعو للدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس وليس إلى حوارات لا من قريب ولا من بعيد على خط تيار الوطني الحر الجو إيجابي إلى حد ما انطلاقا من ضرورة التشاور والتحاور على شرط الوصول إلى النتيجة المرجوة عبر انتخاب الرئيس وأن يكون حوار قائم على الانفتاح والتفاهم والتشارك وليس الفرض والشروط المسبقة من هنا تقول مصادر التيار أن ما يحصل اليوم يمكن أن يبنى عليه للوصول إلى الحالة لكن تبقى الأمور مرهونة بالخواتيم والنتائج نواب قوى التغيير يصرون على رفض أي حوار خارج مجلس النواب إن برئاسة برري أو لا وتؤكد المصادر أنهم أبدوا كل إيجابية مع مبادرة الاعتدال وطرحوا سؤالا واحدا عن الجلسة وهل ستكون جلسة واحدة مفتوحة بدورات متتالية ومحضر وحيد فلم يحصلوا على جواب إلا أن موقف النائب علي حسن خليل خلال أحد البرامج التلفزيونية تقول المصادر كان كافيا مع كلامه عن جلسات متتالية وبالتالي هو مخالف للدستور وينسف المبدأ الذي جعل من النائب ملحم خلف مستمرا بالمكوثي في مجلس النواب لليوم 419 على التوالي الحزب الاشتراكي غير معني بأي سجال تبادر مصادره بالقول فنحن لا مشكلة عنه بأي شكل أو صيغة أو لقاء يفضي إلى إنتاج حل للبلد وسبق أن وافقنا على الحوار الذي دعا إليه بري قبلا فكيف لا يمكن أن نقبل اليوم حزب الله ينتظر اتضاح صورة الألية ولو أنه حاطت إداء بما يمسأع من جهة ما يقوم به بري أما أم الصبي أي كتلة الاعتدال وأثر أن كلام بري واضح ويسهل المبادرة ولا لزوم لأخذه لغير مكانه تعترف مصادرها أن الأمور ما زالت فيها بعض العقبات والتعقيدات ولكن أرضية المبادرة تيسرت وصارت أقوى مع عدم تصلب البعض بمواقفهم كما في السابق لكنها بالتأكيد تحتاج إلى وقت والظروف المحيطة بها تلعب دورا كبيرا هكذا ينتظر اللبنانيون جولة جديدة من الأقوال والأفعال فيما يرى مراقبون أن ما يحصل يمكن أن يكون تقاسما للأدوار بين المعترضين والموافقين لنسف أي إمكانية لانتخاب رئيس للجمهورية قريبا قرار إعادة فتح أبواب الدوائر العقارية يترجم ببطء على أرض الواقع وعلامات استفهام كبيرة حول مصير هذا الملف في القضاء جاد جابر والتفاصيل بعد توقف دام 14 شهرا على خلفية الملاحقات القضائية التي طالت عشرات الموظفين في الدوائر العقارية بسبب شبهات الفساد أعادت الدوائر العقارية فتح أبوابها منذ حوالي الأسبوع لإنجاز الملفات المكدسة حصرا والتي فاقت عدادها عشرات ألاف المعاملات في سجلات بعبدة وشوف وعلي والمتن وكسروان وشبيل وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قد نفذت في تشرين الثاني 2022 حملة توقفات طالت حوالي ثلثين موظفي العقارات البالغ عددهم 124 بتهم تقاضي روشة وإثراء غير مشروع وفيما توارت 68 موظفا عن الأنظار وصدرت بحق 14 منهم مذكيرات غيابية خضع 54 أخرون للتحقيق القضائي وصدر في أذار 2023 القرار الظني وجرى إخلاء سبيل الموقفين لقاء كفالات مالية مع منعهم من مزاولة العمل لأربعة أشهر هذا الإقفال كبد الخزينة خسائر فاقة العشر تلاف مليار ليرة أي أكثر من مئة مليون دولار أمريكي وبالعودة إلى إعادة فتح الدوائر العقارية فهي ارتكزت على شقين الشق الأول أجاز لوزارة المال بعودة بعض الموظفين إلى عملهم ومن ضمنهم أمناء استجلات أنفسهم الذين دارت حولهم الشبهات الأولى بقضايا الفساد وفق القرار الظني والشق الثاني اتخاذ الحكومة قرارا برفض هذه الدوائر بأعداد من الموظفين بشكل مؤقت ليصبح لاحقا استئناف العمل دائما وليس ظرفيا أو مؤقتا لكن هذه العودة لم تحقق مبتغاها حتى الآن حيث أن بعض الدوائر لم تفتح أبوابها والبعض الآخر يتسم عمله بالبطء الشديد وهنا تكشف معلومات للأوتيفي أن أحد أسباب هذا البطء يعود إلى محاولة بعض الموظفين الضغط تجاه تلقي رشاوة جديدة مقابل إنجاز المعاملات وكأن لا ملف قد فتح ولا من التعظى من المرحلة السابقة كما أن علامات استفهام كبيرة تطرح حول نوع الإغراءات أو الضمانات التي قدمت للموظفين الملاحقين لعودتهم إلى عملهم والتي تقول المعلومات أنها تصل إلى حد الوعد بتعليق الملف إذن عدا عن الالتباسات والاستنسابية منذ بداية الملف في إقفال الدوائر لهذه المدة الطويلة والذي حصل حصرا في جبل لبنان مما استدعى رفع المعنيين الصوت والحديث عن مؤامر لضرب قطاعات الدولة الإنتاجية عبر عرقلة ملفات المواطنين علما أن التورط يشمل دوائر لبنان كله والتعامل مع المرتشين حصل على قاعدة مرتش بسمنة وآخر بزيت فهل يستكمل الملف القضائي مصاره الطبيعي بالتزامن مع إعادة فتح الدوائر العقرية رغم كل الظروف المحيطة أم سيصبح الملف خبر كان كوادر الحركة من القطاع إلى لبنان في أسرار اليوم أبدى معنيون تخوف من انتقال عدد من كوادر حماس إلى مخيمات لبنان إذا تم توصل إلى اتفاق يقضي بإخراج من غزة يؤكد خبير أحصائي أن الغاربية الصاحقة من المسيحيين متعاطفة مع أهالي غزة لكن ترفض تدخل حزب الله في الحرب يؤكد المنظمون أن المؤتمر السنوي للطيار الوطن الحر هذا العام سيشكل علامة تنظيمية فارقة على مختلف المستويات فاصل أول نعود بعده لمتابعة النشا أهلا بكم من جديد كشف الكحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سليمي لوكالة رويترز أنه تم استجواب ابن أخيه منذ ثلاثة أسابيع وهو الآن في لندن مقللا من أهمية هذا الاستجواب وواصفا لاتهامات بأنها أنباء زائفة ويأتي كلام سليمي بعد توجيه اتهامات إلى إميل سليمي ابن شقيقه في باريس الشهر الماضي تتعلق بالمشاركة في مؤامرة إجرامية وغسل أموال عبر مجموعة منظمة واختلاس وخيانة الأمانة خلال أرجاء تقييم للأمن المرفأي من قبل وكلات الخبرات الفرنسية في مرفأ بيروت أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن ورشة النهوض بالمرفأ من جديد وإعادة أعماره ونفض غبار الحرب عنه تبقى أولوية وطنية واقتصادية وزير الأشغال علي حمي أكد من جهته أن إعادة أعمار مرفأ بيروت وتطويره ستكون من إراداته أما السفير الفرنسي إيرفي ماغرو فشدد على أن فرنسا ستبقى ملتزمة بالمساهمة بأعمار المرفأ وبمساندة السلطات اللبنانية نحن نعبر عن سعادتنا اليوم لأعطائكم العنوين الأساسية والمقترحات التنظيمية لمرفأ بيروت وكذلك الملفات التقنية التي تسمح بإطلاق استدراج العروض على أعمال البنى التحتية الأساسية وأؤكد أننا سنستمع دائما للسلطات اللبنانية إذا مقررت الالتزام بهذه الطريق من أجل إعادة أعمار المرفأ ونحن دائما على استعداد لمواصلة تعاوننا من خلال وضع خبرات جديدة على المدى الطويل وكذلك التنصيق حول مهمات التنصيق المتواصل بشأن مواضيع خاصة تحدد من أبل السلطات أقولها بوضوح وبكل شفافي ومن على أرض مرفأ بيروت إن إعادة وتطوير مرفأ بيروت سيكون مرتكزها الأساس هي إيرادات مرفأ بيروت والتي كانت نتاجا طبيعيا لعملية التفعيل التي تحدثنا عنها وبأن اللبنانيين يقع على عاطقهم وحدهم دون سواهم النهوض بوطنهم وبمرافقه العامة وإن مساعدة الآخرين هي المتمن وليس العكس ولكننا وعلى الرغم من ذلك فإننا نعمل مجددا نعلن مجددا أن فتح باب الاستثمار الاستثمار ثلاث مرات الاستثمار سيبقى مفتوحا لكافة الشركات الاستثمارية الاستشارية والمتخصصة المحلية والعالمية وذلك للتقدم مفقا للأطر القانونية المعمول بها لبنان وفق قانون الشراء العام ودائما تحت ظلال سيادة الدولة على أصولها والتي ستبقى ملكا لها ومن دون أن تمس أو تجير لأين كان وشكرا جزيلا لكم مؤكدين أن المشروع الذي نحن في صدده والذي أعدته فرنسا دعما للبنان سيأخذ طريقه إلى التنفيذ في أسرع وقت سواء من خلال مساهمات خارجية طلع يتوفرها أو من إرادة المرفأ كما تفضل وقال مع الوزير الأشغال وفي الحالتين فأن هذا المشروع بإذن الله سيستق طريقه إلى التنفيذ أما في مخصة جريمة المرفأ فأنا أتطلع إلى استئناف التحقيق في ملف الإحقاق الحقي والعدالة ختاما لأن ورشة النهوض بمرفأ بيروت من جديد ويعادة أعماره ونفض غبار الحرب عنه طبق أولوية وطنية واقتصادية لقون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الأبرز على البحر الأبيض المتوسط وإلى العمق العربي وأننا عازمون أن يبقى مرفأ عيروت منارة لهذا البلد وبوابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كل الموانئ اللبنانية الأخرى نظمة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع كل من مصر وألمانيا والأردن والمغرب وسلطنة عمان وإسبانيا والسويد حدثا جانبيا بمناسبة عقاد الدورة 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بعنوان اقتصاد الرعاية في عالم متغير المساواة في التشارك بين النساء والرجال في توفير خدمات العناية والتدبير المنزلي كأداة لتحقيق الإنصاف والتماسك في المجتمع وأكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون أن التوصل إلى تحقيق مساواة بين الجنسين في مجتمع متماسك يتطلب تضافر عوامل عدة منها الاعتراف بحقوق متساوية للرجال والنساء وتحقيق النساء لاستقلالية اقتصادية تاتية الحاجة الأولى البارزة اليوم في لبنان هي مكافحة الفقر الذي بات يطال غالبية السكان ومن الصبل المتاحة لذلك زيادة نسبة مشاركة النساء في العمل الاقتصادي التي هبطت منذ عامين بسبب الأزمات المتراكمة إلى حوالي 22% من القوى العاملة وقد دلت الدراسات على أن السبب الأول الذي تبرزه النساء لعدم قيامهن بعمل اقتصادي هو ضرورة توفير العناية للأولاد والاحتمام بالتدبيغ المنزلي كذلك أظهرت أيضا هذه الدراسات نقصا كبيرا في توفر دور الرعاية تقدم خدمات مجانية أو بتكلفة محدودة وذات جودة لصغار الأولاد قبل سن ثالثة من العمر لذا لحظت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرتها مؤخرا للحكومة اللبنانية من بين المبادرات التي تضمنتها لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل تصميم وتنفيذ برامج تضمن الوصول إلى خدمات رعاية التفولة المجانية أو المدعومة يشكل هذا الإدراك الرسمي للحاجة إلى زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني واعتماد المبادرات الكفيلة بتشجيعه خطوة إيجابية على طريق إحراز التقدم في الموقع التي تحتله النساء في المجتمع لكن تعزيز هذا الموقع الذي نعمل من أجله في المنظمات النسائية وفي الهيئة الوطنية بالذات يتطلب أولا تصحيحا للتشريعات التي لا تزال مشحفة بحقوق المرأة واعتماد قوانين داعمة للأبوين لإتاحة اهتمام كل منهما بالأسرة مثل استحداث إجازات والدية واعتماد أوقات عمل مرينة لهما هذا وشاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الجلسة الاستشارية رفيعة المستوى للمنظمة الدولية للفرانكوفونية على هامش الدورة 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة تحت عنوان تمكين النساء الناطقات باللغة الفرنسية وسيلة فعالة للدفع قدما بعملية إدماجهن بشكل مستدام في الحياة الاقتصادية وقالت كلودين عون خلال الجلسة أن التحديات في لبنان لا تزال في ارتفاع مضطرد حيث الأزمات الجيوسياسية بما في ذلك النزاعات المستمرة في الجنوب تضع البلاد في قبضة أزمات اقتصادية ومالية وسياسية متزايدة تفاقمت حدتها مع غياب رئيس للجمهورية مضيفة أن لبنان يصطدف عددا كبيرا من النازحين السوريين مقارنة مع عدد سكانه ما أدى إلى إضعاف البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد وأشارت عون إلى أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اعتمدت على المهام الثلاثة المحددة لها في قانون إنشائها لتضاعف تقديم مشاريع القوانين من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين الجنسين في المحاكم اللبنانية وتعزيز شراكة المرأة مع المجتمع المدني وإعداد استراتيجية وطنية جديدة للمرأة في لبنان كما كثفت البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تشجيع النساء على الترشح للانتخابات النيابية والبلدية فاصل ونعود من الأوتي في نتابع النشاء تحضيرا للانتخابات الرئاسية الروسية التي تنظم الأحد المقبل في 17 أذار وفي إطار التوجهات التي أصدرتها لمواطني الاتحاد الروسي في لبنان أعلنت السفارة الروسية في بيروت أن مركز الاقتراع المحدد في قاعة المؤتمرات في المكتب التمثيلي للبيت الروسي في فيردان يفتح أبابه صباح الأحد للسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء على أن يقدم الناخبون المقيمون في لبنان بصورة دائمة أو مؤقتا الوثائق الثبتية المطلوبة والآن إلى الصفحة الرياضية مع إلي نصر نظمت الجامعة العربية المفتوحة لمنسبة اليوم العالمي لمتلازم الداون بالتعاون مع الأكاديمية العلمية الدولية للتربية البدنية والرياضة والجمعية اللبنانية للسقافة البدنية ونادي الوطن مهرجين رياضة توعوة ترفيه تحت عنوان مختلفون ولكن مميزون بقاعد بلدية لغبيري طريق المطار بحضور رئيسة قسم شؤون الطلاب رانا حيدر رئيس قسم الأنشطة الرياضية زكريا شرارة ومسؤول الشؤون الإدارية في راس عدادة إلى جانب رئيسة الجامعية اللبنانية للسقافة البدنية منع الحرب كبة ورئيس اسم الرياضة بجهز أمن الدولة العميد الدكتور فادي الكبة والزميل براهيم وزني شارك بالنشاط 150 طالب من 12 جمعية رفقون أكتر من 50 مرشد ومرشدة بالإضافة لعدد من المتطوعين من المركز العالي للرياضة العسكرية كما تميز المهرجين بحضور لعبي كرة القدم هادي وسام كنج علي الريضة اسماعيل يوسف جمال الحاج ومدرب فريق الجيم على كرة القدم حسين فقيه واتضمن النشاط ورش توعوية وحلقات دائرية وألعاب موزعة بكيف تأرجاء القاعة تفعل مع المشاركين على وقع المسيئة كما تم تقديم وجبات الأفطار والكرات والهداية للمشاركين كيف هي أحوال التقصي الأيام القادمة معنامين؟ مساء الخير عم تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض فبتعود تدريجيا إلى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة بتحول التقص إلى متقلب ابتداء من بعض ظهر يوم الخميس مع بعض الأمطار الخفيفة خاصة بالمناطق الشمالية نتيجة تمركز منخفض جوي فوق البحر الأسود مصحوب بكتال هوائية باردة نسبيا إذن لبكرة جونا غام جزئيا وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية نشوف سوا نبدأ من الشمال وعكار عم بتسجل 18 درجة ترابلوس 20 لعاصمة بيروت 19 درجة وصور 20 درجة ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 13 اللقلوق 9 درجة تزحل 14 واجزين 17 درجة نسبة رتوبة ساحلة بتوصل للـ 70% الريح سطحي بتتراوح سرعتها بين العشرين وبتوصل للـ 40 كم بالساعة أما حال البحر في متوسط إرتفاع الموج إذن كيف رح يكافي تقصنا للأيم القادمة للخميس جونا غام جزئيا مع ضباب على المرتفعات تنشط الريح خاصة بالمناطق الشمالية بيتحول جونا مساء إلى غام مع احتمال تساقط أمطار خفيفة أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلة أقصها 20 درجة للجمعة جونا غام جزئيا إلى غام مع ضباب على المرتفعات تتساقط أمطار خفيفة متفرقة برفقة ريح ناشطة خاصة بالمناطق الشمالية مع انخفاض إضافة طفيف بدرجة الحرارة لتسجل ساحلة 19 درجة للثابت والأحد جونا بيعود مستقر قليل الغيوم أما درجة الحرارة فبتستقر على 19 درجة للثابت وبترتفع للـ 20 درجة لنهار الأحد وصلنا لختم صفحة الأحوال الجوية للليلة لأنك اليوم بيزيط لوقت لآخر أخبار التقص في لبنان تصبحوا على خير ختم النشاو ملتقان يتجدد غدا إلى مقارن ترجمة نانسي قنقر